تخبط وفوضى وانسداد سياسي مستمر هكذا بدت معطيات جلسة التصويت الثالثة بشأن تسمية رئيس الجمهورية داخل البرلمان في العراق حيث انتهت الجلسة دون نتيجة مرة أخرى وأجلت إلى إشعار آخر ليكون المجهول سيد الموقف بعد يوم واحد من فشل جلسة البرلمان أعلن تحالف الأحزاب الموالية لإيران أو ما يعرف بالإطار التنسيقي أنه يبحث إطلاق مبادرة للخروج من حالة الانسداد الراهنة لم يكشف الإطار عن تفاصيلها لكن مصادر سياسية أكدت أنها ستكون برعاية إيرانية لإيجاد توافق بين الخصوم رغم أن الإطار نفسه عطل جلستي البرلمان الأخيرتين لتسمية الرئيس وما بين حكومة يريدها مقتدى الصدر وأخرى يطمح لها المالكي يستمر القفز على القوانين والدستور الذي أقرته وارتضته نفس الأحزاب الحاكمة فشل جلسة البرلمان وما تلاه من تصريحات سياسية أبرزها تأكيد الصدر عدم رغبته في التوافق مع الشركاء أثبتت أن تشكيل حكومة جديدة لا يزال بعيدا حيث أن عدم تحديد البرلمان موعدا للجلسة القادمة لانتخاب الرئيس مؤشر على عدم وجود اتفاق قريب أو تقارب ما بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي وفي بلد تتغذى السياسة فيه على تقاسم الحصص والمناصب ونفوذ السلاح وتحل فيه الخلافات وراء الكواليس وليس في أروقة البرلمان يؤكد مختصون في الشأن السياسي أن الأزمة سوف تستمر لأشهر طويلة لتضع البلاد أمام منعطفات جديدة بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة وطرح قوى أخرى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري المترتب على الإخفاق باختيار رئيس جديد للجمهورية الذي من المفترض أن يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة ترجمة نانسي قنقر